على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع رئيس تحالف جلازكو المالي مارك كارني تحفيز التمويل المبتكر لدفع جهود التنمية في مصر وآخر المستجدات بشأن إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بمؤتمر المناخ كوب 27 والذي يعزز أهداف الرئاسة المصرية للمؤتمر في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ كما تناول اللقاء مشاركة التحالف في تمويل المشروعات الخاصة بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء نوفي وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية جون جاندولوفو جهود المؤسسة في تعزيز التمويل الأخضر للقطاع الخاص والأدوات المالية المقترح طرحها للمستثمرين في مصر بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية